اشتركوا في القناة لعهد الامين نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولعهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة في وفاة خاله المغفور له باذن الله تعالى اسهيل بن مبارك الكتبي جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل حاكم ابو ظبي في منطقة الضفرة حيث اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تعزيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل داعيا المولى تعالى ان يشمل الفقيد الغالي بعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه ويلهم اهله وعائلته الجميلة الصبر والسلوان كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بزيارة الى سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك ام الامارات واقدم واجب العزاء والمواساة في الفقيد الغالي وحمل سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جزيل شكره وتقديره الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الغزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامين على مشاعرهم الاخوية النبيلة سائلا الله عز وجل ان يحفظ مملكة البحرين ويديم ازدهارها ورفعتها اشتركوا في القناة